السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين الكرام في هذه النشرة الجوية لا تنسوا الاشتراك لتوصل بكل الأخبار المتعلقة بتقصي بلادنا المغرب إذن كما تظهر صور القمر الاصطناعي تشكل الغيوم على مستوى معظم المناطق الوسطى لبلادنا المغرب وذلك خلال هديلتنا في هذه النشرة سوف أرسد لكم آخر توقعات المتعلقة بحالة تقصي بلادنا المغرب وفق آخر مستجدات النماذج العالمية إذن متابعين الكرام من المتوقع خلال الفترة المسائية من هذا اليوم أن تعرف المناطق الوسطى لبلادنا المغرب تشكل غيوم قد تكون مصحوبة بجزول زخات المطارية الرعدية وسيهم الأمر منطقة شيشاواموراكوشتابانت بن ملالا وكذلك على مستوى منطقة وكيمدن أمزميز وكذلك على مستوى تنفيتة وصولا إلى منطقة وزم وكذلك زيوة شيخة وكذلك قلاتة السرغنة ومن المتوقع إن شاء الله خلال الفترة المسائية دائما أن تعرف هذه مناطق المذكورة لبلاد الزخات المطارية المتفرقة والضائفة نسبيا أما فيما يخص الفترة الصباحية من يوم الخميس القادم من 24 أكتوبر فمن المتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب خلال الفترة الصباحية خلال الفترة تبعد الزوال من المتوقع أن جبع الزخات المطارية المستوى قصر شمع لبلادنا المغرب وكذلك على مستوى المناطق الوسطى والمناطق الوسطى الشرقية لبلادنا المغرب والتي قد تعرف بإذن الله تعالى أن جبع الزخات المطارية الرعدية خصوصا على مستوى منطقة كيكو خنيفرا وكذلك ابن ملال هاتبنت وكذلك على مستوى مرتفعات الأطلس الكبير وكذلك المتوسط التي ستعرف هذه الأخيرة لشكل غيوم متفرقة أما فيما يحص الفترة المسائية من هذا اليوم من يوم الغد فمن المتوقع إن شاء الله تكون الأجواء مستقرة إلى قليلة السعب أما بالنسبة متعبين الكرام لحادة الطقس لبادئ زوال يوم الشمعة فمن المرتقى بنزل بازخاط المطرية على مستوى أقصى شمال بلادنا المغرب كما يوضح لنا هذا النموذج وخلال الفترة المسائية من المرتقى بنزل بازخاط المطرية لمستوى مدينة دفاس وتازة وسيد سليمان وكذلك مصحبة برياح شمالية غربية هذا من المتوقع بإذن الله تعالى تكون الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب على مستوى المناطق الوسطى لبلادنا المغرب وكذلك على مستوى الجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية ومن المتوقع أن تعرف هذه الأيام انخفاضا طفيفا إلى متوسطة على مستوى درجات الحرارة على مستوى هذه المناطق خصوصا على مستوى الجنوب والجنوب الشرقي لبلادنا المغرب والمنطقة الشرقية وكذلك المناطق الوسطى هذا في مخص متابعنا الكرام حالة تقص الخاصة بالأيام الثلاثة القادمة لا تنسوا اشتراك في القناة وتشجيعنا لبدل مجهودات أكتر ولكي تتصلوا وتتوصلوا بكل الأخبار المتعلقة بتقصي البلد تتمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته